بعدنا مكملين معكم متابعينا وصلنا هلأ للجزء الرياضي رح نسوي تمارين خاصة مع ميروبي في منطقة الأرداف هاي المنطقة اللي بعانوا منها كتير من السيدات خاصة ومن السمنة في هاي المنطقة فأكيد أيحد عنده مشاكل سمنة في هاي المنطقة لازم يحضر ميروبي ويستفيد من التمارين تبعتها ويكررها كتير بحياته عشان يخلص من هالمشكلة ولكن بدي أنوه لنقطة انه في عنا خاصة عند السيدات عم بحكي عندنا شكلين شائعين في الجسم اللي هو الابلشيب أو شكل التفاحة منلاقي منطقة السمنة أكتر في منطقة البطن ومنطقة الصدر والكتاف وعندنا الابلشيب اللي هو بيكون شكل النجاصة والسمنة أكتر في منطقة الأرداف والإجرين فهذه الأشكال احنا بناخدهم جينتكس يعني وراثيا احنا ما بنقدر نتحكم كيف ممكن يكون شكلي هل هو تفاحة أو ممكن يكون نجاصة هذا بيكون تماما هو جينات ماخدين وراثيا أو جينتكس ولكن احنا دورنا انو نحافظ على الشكل الجميل تبعنا ونحافظ انو الخلايا الدهنية ما تتعبى بالدهون وما يصير شكل الجسم مؤذي هلأ لو كنا من الناس اللي عندهم الابلشيب أو منطقة السمنة في البطن اذا احنا وزننا مثالي ووزننا حلو اكيد رح نحافظ يكون شكل جسمنا حلو ما بتكون ظاهرة هاي المشاكل لانو هاد المشاكل او الدفكت بتزهر بس يصير عنا الخلايا الدهنية معبية في الدهون فبتصير تزهر هاي المنطقة وتزهر الطبقات اللي احنا منشكي منها او ما منحب تكون موجودة كذلك الشكل النجاصة هو نفس المشكلة هو الشكل وراثيا احنا ما منقدر ندخل في شكل الوراثة ولكن هو هدفنا انو نحافظ على الوزن الجميل تبعنا على الوزن المثالي وما يكون في عنا اي دفكت في الشكل او اي خلايا دهنية ظاهرة او معبية بطريقة كتير واضحة فبصير عنا الشكل اللي احنا ما منحبه اذا احنا خافزنا عن الوزن المثالي اكيد حافزنا على الشكل الجسم الحلو سواء كان هو بالتفاحة او بنجاصة او اي شكل احنا شكل جسمنا بيكون اذا وزننا حلو اكيد شكلنا دايما حلو اي حدا كمان عنده هالمشكلة وعم بسعى انو يوصل للشكل الحلو لازم ينتبه على الرياضة كتير منيح عشان هيك اليوم موضوعنا بالنسبة للارداف فاللي عنده هالمشكلة خلينا نشوف تمارين مربي لليوم اكيد اليوم خصصنا هالفقرة لنحمل تمارين رياضية لمنطقة الارداف اللي هي منطقة كتير صفحتنا عن الفيسبوك عشقات نعمل تمارين للارداف كيف بنعمل احنا كيف بنعرف اصلا انو عنا احنا مشكلة بالارداف اولا منلاحظ ظهور تشققات جلدية وتانيا اذا احنا منضم الجلد على بعض منلاقي فيه بروز وطلوع ونزول بالجلد ويكون شكلها مثل شكل قشرة البرتقال وهون احنا منعرف انو هون بلش يطلع عنا السلوليت او هو الدهون التحت جلدية اللي هي صعب ريتخلص منها الا بالرياضة غير اذا احنا نحافظ على اكلنا لازم نعملها تمارين خاصة لتستهدف هالمنطقة وتحافظ على شكلها الجميل فاللهيك رح نعمل اليوم كم من تمارين بيختصوا به هالمنطقة رح نحتاج الاوزان وكمان رح نعمل تمارين بالظبط لمنطقة الارداف ولكن تكررتها عالية على الفرشة فخلنا نحمي الجرين شوي وبعدها ننتقل للتمارين فمن هون نفتح الجرينة بهالطريقة ورح ننزل على الجنب طبعا هون زاوية سهنا نعملي عم نحمي عضلات الساقين عشان نصير جاهزين لنعمل التمرين الرياضي نطلع قدامنا من هون ونرفع الكعب وننزل لتحت اكتر من هون ونرفع ايدينا لفوق ناخد نفس وننزل لتحت ناخد نفس كمان مرة ونسكر جرين وننتقل للشقة التانية بنفس الطريقة من تحت ونرفع الكعب منخلي الحوض مستقيم قدام نطلع ركبة 90 درجة مع الارض وبنزل ايدي وبتنفس من هون شوية شوية بطلع لفوق وباخد نفس نحط القرين على الخسر نحن نزل على اليمين وبعدها على الاشمال يكتر مهم كل مرة بنطلع نعدل وضعية الحوض ونرجعها لمنطقة الوسط كمان ستة سبعة ثمانية وثمانية من هون نعمل لعضلات اللي هم العضلات الخلفية للفخد فمن هون ننزل لتحت الايد عكس الاجر نحاول نقرب البطن على ادوة منقدر باتجاه الركبة ونعمل او جزء العلوي من الجسم والرخبتين يكونوا مستقيمتين مية بالمية لنحس بالشد بالفخد الخلفي شوي شوي على النص ونستبدل الاتجاه ولتحت أربع خمسة ستة سبعة وثمانية نحن نبلش بأول تمرين معنا لليوم هو تمرين أساسي لتقوية الجزء السفلي من الجسم وأساسي كمان لتطاقة المنطقة الأرداف ولهيك نستخدم معنا الستب اللي هي الدرجة وكمان نستخدم العصاي اللي هي اللي فيها الوزن من هون رح نحط البار ورق الظهر نحاول انه نخلي ظهرنا مستقيم ونفتح جرينا أوسع بشوي يعني أنا هون فتحت الحوض ناخد شوي خطوة وشوي خطوة ننتبه انه جرينا باراليل ومن هون ايدينا وظهرنا مستقيمين ما واسندين بالعصاي نحن ننزل لتحت ونطلع لفوق عشرة عدات كبار وعشرة عدات صغار واهم اشي نحافظ على الظهر الدغري والركبة ما تتعدى روس الأصابع ملشة تحت ون ون وثو ثري فور فايف سكس سبن ايت ناين ثن اول عشرة خلصوا وعننا عشرة كتير صغار ثنين ثلاثة أربة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة ونطلع لفوق نحن بالعادة دائما نعمل السكواز اللي هم على الأرض بالمستوى العادي عشان نرفع الانتنسيتي أو شدة التمرين نحن طلعنا على الستاب اللي احنا شايفينا هلا مع بعض فلهيك نحن نعمل الجولة الثانية بنفس الشدة وبنفس النفس ونفس العدات عشرة عدات كبار وعشرة صغار ننزل لتحت ونطلع لفوق نحافظ ونرجع وضعية الحوض كل مرة بطلع فيها لفوق اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة من هنا نزل لتحت اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة ورح اطلع لفوق ومن هنا ننزل على الستاب وننتقل للتمرين الثاني واللي هو التمرين اللونجز تكتير مهنا ما نعمل اللونج نحنا نعمله اليوم مش بالمستوى الأرضي اللي هو اللي احنا تعودنا عليه دايما تسعين درجة اللونج باتجاه الأرض بها الطريقة رح نعمله بمستوى اعلى وهو رح يكون على الستاب ونحافظ على التسعين درجة بالإجرتين رح نعمل عشرة عدات وفريز عشرة والشقة الثانية جولتين كل شقة معشان نعرف اللونج الصحيحة ضرر لي تكون فتحة إجرين قد فتحة الحوض وبناخد خطوة لقدام ما بكونوا الإجرتين على نفس اللاين بكونوا على لاينين متوازئية ومن هو رح ننزل لتحت ثلاث ثلاث عشرة عدات ام 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 ا 8 9 and 10 freeze 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 نخلق شوية بشجيل وانا كمان جولة بنفس الطريقة عشرة عدات فيز عشرة وإرشاقة الثانية ناخد نفس نرفع إجرنا على الستف 3 2 1 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 freeze 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 وبره مبدل كمان مره كل مره بدي أرجع بدي أتأكد من ال position مش أول مره أعملها مزبوطة مره تاني ننسى أنه لازم نكون أجرينا متوازين ونعملها علىين واحد ومن هون نتأكد دايما وناخد لقدام step وننزل كمان عشرة عدات وفيز عشرة نبلش 1 2 3 4 نحاول ننزل بخط مستقيم تحت العمود الفقري 7 8 9 نسعة وفيز عشرة 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ومن هون فينا ننزل الوزن نستخدمان اليوم وما عدنا بحاجة إلى step رح نجي على ورا وكل ما رح نحتاجه هو الفرشة أو سطح شوي مش جامد لا يصير التعامل أسهل ومانئز يجسلنا من هون رح نعمل تمرين بالضبط لمنطقة الأرداف الخارجية منطقة كثير من الناس بيعانوا منها وبدوهم تكون مشدودة فالحيك رح لازم نعملها التمرين الرياضية تلمها لما ننتبه بها التمرين أنه يكون جسمنا مستقيم استسند الكوع بالضبط تحت الكتف وإجرينا فلاكست يعني مش بوينتد لقدام فلاكست الروس الأصابع مرفوعين باتجاهنا ورح نبلش بالعدات صغار هون 10 سنتي تحت بعدها رح نطلع 10 سنتي لفوق بعدها نصف وفوق بينهم كمان 10 رح نعمل لقدام ولورا وعشرة لفوق رح نتابع معي شوي شوي مع بعض وبعدها رح ننتقل للشقة الثانية نظبط الوزيشن ثري ثو 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 9 ورا 2 3 4 5 6 7 8 وركبة مشتقيمة انتان وبتنفس اخر 10 لفوق 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 ومننزل شوية شوية كل الشد اللي عم نحسه هو بالضبط بهاي المنطقة ودليل انه العضلة عم تشتغل بالطريقة الصحيحة فلهيك ما نوقف ونستمر بالتمرين للاخر حتى لو منحس العضلة عم بتشد حتى لو منحسش في وجع نستمر لانه هذا وجع هو شد العضلة او تاعت العضلة من هون بلشت تستفيد فمن هوا رح ننتقل للشقة التانية ورح نعمل نفس العدات جرنا فلكس ما ننسى القوع تحت الكتف الضبط ونحن نعمل من هون كمان نفس الجولات والعدات وضغيرة تحت عشرة 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 6 7 9 تعمل هون دوائب شكل دائري لقدام اتنين تلاحة أربعة خمسة سببت سببت تمانية تسعة عشرة وراء وان تو ثري فور فار سكس سببت اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة وآخر واحدة وعشرة وشوية شوية بنزل لتحت ومنحس الشرد بهاي اموتيا بدأنا آخر تمرين لليوم وراح بيركز على الأفخاد من الخلفيين ومن هون رح نقعد بهذا الفوزيشن وراح نخلي الكواع على الأرض كتير مهم لما نحط كواعنا على الأرض نخلي الكواع بالزبط تحت الكتف زي ما شفنا قبل شوي فمن هون نفس الطريقة نحط كواعنا تحت الكتف رح نرفع الإجر لفوق وندخله لجوه وعننا عشرة أعداء وعشرة من هون رح نرجع الرفق إلى ورا ثنين ثلاثة يجعنا دايما نفلكس خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعشرة من هون نبني نأجل فوق ونعمل كيك 2 3 4 5 6 7 8 9 وشوية شوية نرجعي للفوزيشن الأصلي وناخد بريك وبنتنفس بدأينا الشقة التانية وكون هذا آخر تمرينا لليوم وبعدين نفتاح فلو حسين Quontraction عضلة منحاول على أد من نقدر نخلص التمرين وبعده نفتاح ن Señallle كتير ننتقل لنافس نعدل اجرينا وننتقل لفوق عشر عدات اثنين ثلاث كتير ننتقل لفوق عشر عدات اثنين ثلاث وشوي شوي بنقعد من هون احنا فينا نعمل السلش للعضارات ناخد نفذ ولبره نكون خلاص تماريننا لليوم كمان احنا لازم نشرب مي خلال وبعد التمرين نهتمل وناخد نفذ سوائل خلال النهار وكمان ضروري لعندهم مشكل بالقداف بالذات يعمل هالتمرين الرياضيه اكتر من مره خلال الاسبوع خلي نقول من ثلاث لارمع مرات بالاسبوع بالاضافه كمان لتكرارات اكتر نحنا عملنا التمرين مره واحده فيكم تعملوا نفس التمرين من نفس الست بس اكتر من مره فعشان هيك فيكم كمان للي ما ركزوا ما لاحق على التمرين يشوفوا التمرين على يوتيوب كمان فيه يعيد اكتر من مره عشان يرجع لهم خلال الاسبوع من هون عملنا نحنا تمرين للارداف اكيد احنا نشوفكم بحلاش جيده ومواضيع جيده ولكن قبل مردعكم خلينا نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم شكرا يا ربي خلينا نشوف سؤالنا لليوم سؤالنا كان يحكي في اي رف توضع اللفم والدواجن والاسماك الغير مطبوخه هل هو في الرف العلوي او الرف الاوسط او في الرف السفلي احنا حكينا طبعا عن موضوع في فقرة التغذية لليوم اللي حضرنا اكيد عرفوا الاجابة الصحيحة او تقدروا كمان تبعتونا اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك برنامج عود الرمان وشكرا على متابعتكم الى اللقاء اشتركوا في القناة